السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة الدعم المدرسي شكرا على التفاعل ديركم وعلى الكلمات الجميلة غالي الإشارة إذا كان هناك أو خطأ اللي وقع سهوان أو سينا شي حاجة ممكن توصلوا معنا عن طريق اليوتيوب عن طريق التعليقات نحاول ماء أو نقرأ التعليقات إذا كان شي خطأ سننصحوه إذا كان شي تنبيه سننبهه إذا كان شي استفسار سنجاوب عليه إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لهذا الفرض هذا إن شاء الله ستلقوا على شكل صور على صفحتنا على الفيسبوك ستلقوا على شكل pdf ستلقوا باقي الفروض فروض كاملة للمستوى الرابع في صندوق الوصف أسفل الفيديو أما في الدخول التميس ستلقوا على الروابع كاملة ستلقوا على الرابع الذي يهمك وغايت تلقى جميع الفروض وغايت تلقى وممكن تحمل هذا الفرض هذا بالنسبة من طريقة الشيئ الكن ما نقول لكم دائما نشد الفرض ونطبعه ونحاول نخدمه من بعد نجي نشاهد الفيديو ونحاول نبدأ معه ستلقى الأجوبة الصحيحة وستلقى أيضا هو الأهم ستلقى واحد المراجعة للدروس التي ستكون داخلها في هذه المرحلة زائد ستلقى الأخطاء التي يمكن توقع فيها وتفاداها نبدأ على بركة الله الفرد الأول الدورة الثانية مادة اللغة العربية وبالضبط التراكي مادة التراكي نبدأ بسؤال رقم واحد اقرأ الجمل وحدّdi العناصر الأساسية فيها عندي الجمل هذه سنقرأهم وحدّد العناصر المطلوبة è الفعل المفعول به ونحدّد النوع ديله واش ظاهر أو ضمير ضرب الولد الكرة ضرب الولد الكرة ضرب ما هو الفعل الولد هو الفعل الكرة مادة ضربا ضرب الكرة إذن هو مفعول به ظاهر الكرة مفعول به ظاهر تعشق الأسرة المسرحة تعشق هو الفعل واضح تعشق الأسرة ماذا؟ المسرحة هو المفعول به وهو مفعول به ظاهر وضع البذورة في التربة وضع من وضع البذورة في التربة هو الفاعل ضمير إذن ممكن هنا لا ندري الفاعل بحلقة ممكن نكتب ضمير ولا زيد ممكن نزيد مستثير أولا ما نكتب حتى شيء حاجة لكن الخير ماذا وضع البذورة إذن هنا المفعول به هو ظاهر وليس ضمير ساعدته أمه على إنجاز التمرين ساعدت أمه أمه إذن هنا الفاعل هو أمه جاء متأخرا ساعدت هذا هو الفاعل الفاعل هو أمه أدره بين قوسه يجعل أمه أمه ليس مشكلة نحس بها صحيحة أمه حيث الفاعل هو أمه وهو مضاف ولهاء مضاف إليه ما ساعدته أمه المفعول به ظاهر هو هو ساعدته أمه ساعدته أمه راقهم راقهم عمل الصانع المغربي راق راق القالح الفعل هو راقة ممكن نخليها راقه لكن ما الأفضل نخلي لها راقه راقة عمل هو الفاعل عمل راقة عمل الصاني المغربي و المفعل به هو ضامن هو هم هم راقة هم أكل الطفل أكل هو الفاعل الطفل هو أكل هو الفعل أكل سبحنا بمرة مع ضغط الجيل و مع الصرحة كنت حاولي نزربه كنت بدون خطوة أكل الطفل أكل هو الفعل و الطفل هو الفاعل ماذا أكل الطفل وجباته الغذائي إذن وجبتها الغذائي كما ترى هذا هو بالنسبة لنا في الفيلم نفضل نكسب راقة و لا يحسب لك الأستاذ صحيحة لا يحسب لك خطأ غير هو بالنسبة للمفعول به ضروري تشيل إلى الضمير بالنسبة لأمه هو إذا كتبت أمه صحيحة مئة في المئة هذه هنا نقاش فيها وهو إذا كتبتها ممكن الأستاذ يحسبها لك يعني صحيحة نمر إلى السؤال رقم اثنان إبني الجمل التالية للمجهول مع الشكل التام يعني يجب عندنا واحد جمل مبنية إلى المعلوم ما هي مبنية إلى المعلوم يعني فيها الفاعل تبا ما ضرب الولد هذا هو الفاعل قطفت البنت هذا هو الفاعل حمل الأستاذ هذا هو الفاعل التاجير الفاعل الطفل الفاعل هشامه أكل الطفل وجبة العذا إذا هذه جمل مبنية إلى المعلوم يعني الفاعل لها معروف للجمل vidéo الولاد هو هنا البنتو هنا الاستاذ skeptical هنا الطفل هنا هنا هشام وهنا الطفل هذه الفاعل مفعد مبنية إلى المúngهول وجبتها 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 هي المفعول إذن نحذف الفاعل نحن نحذف الفاعل نضرب على هنا ونأتي هنا لا تبقى ضربة الكرة باقي الفاعل باقي الجملة لا تبنى إلى المجهول نحن نقول الضربة نحن نقول الضربة ضربة كما يسمى الكرة لا تبقى الكرة كما تقول الكرة ضربة الكرة يعني الكرة ضربة الكرة قطفة قطفة هنا أفوان قطفة الوردة قطفة الوردة حمل الأستاذ الكتاب حملة 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 الكتاب باع البضائع هنا باع التاجر البضائع أيضا هي بيعة 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 البضائع وعندي هنا حيث نفع المعتل البضائع البضائع رصم 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 اللوحة بيعة البضائع دائما انضم أخذ هشام القلم أخذ أخذ القلم القلم أكل الطفل وجبة الغداء أكلت 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 وجبة الغداء أكلت وجبة الغداء إذن كما تشاهدون بأنه إذا كان الفعل صحيح ما كيكونش عندي فحة صعوبة فقط نضمه أوله ونكسره ما قبل الأخير قوتي قوتي يعني الحرف ما قبل الأخير يكسر يكسر إما بالنسبة للفعل المؤتد هناك قواعد يعني ضروري من التدرب عليها وغالبا لا يكون لكم الفعل المؤتد في المبني للبجهون نمر إلى السؤال رقم ثلاثة أنشئ جملتين تتضمن كل واحدة منهما فعلا صحيحا مع الشكل التام إذن هنا لك الاختيار تطير جوجد الجمال يكون فيها فعل صحيح فعلا فعلا في المبني المجهول أغلب الأفعال ستكون أفعال صحيحة تقدر تلقى فعل واحد الذي سيكون معتل إذن هنا نشيء الجملتين مثلا أنشي جملتين تضمن كل واحدة منها فعل صحيحة مع الشكل التام يعني لا يطلب منك تديره في شيء زمان أو يطلب منك تعطيه جملة مع فعل صحيح مثلا نكتب مثلا نكتب حملة حملة الولد مثلا الولد الفعل محفظته المفعول به وهو مضاف مح ف ض محفظته محفظته مثلا نديره كتب أو يكتب يكتب التلميذ التلميذ تلميذ جملة جملة على الصبورة مثلا ولك كامل الاختيار لأنك الصغري يكون فيه الصحيح لا يكون فيه قروف العيل نمر إلى فرض الصرف والتحويل السؤال الأول يقول ابن الأفعال الماضية الآتية للمجهول مع الشكل التام مع الشكل التام عندنا الفعل الأول عارضة سلبنيه إلى المجهول والن بضم أوله عارضة لعو وكسر ما قبل آخره ما قبل آخره هو الر عو وري عريضة 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 صانع عندي ص أضمها صو وما قبل آخره هو النون نع سو نع أقنع 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 إذن أتولي أقنع ضم الأول كتب ضم الأول وكسر ما قبل آخر كتب ضح ضح رع رع إذن هنا بالنسبة للفعل المعتل الآخر إذن عندنا كم دول؟ هنا الفعل المعتل الآخر تقلب الألف هذا الألف مقصورة يعني روعية استقبل 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 ساق كما قلنا هنا استقبل الألف مقصورة سوف يأَن سوف يأَن عندنا نضم الأول هو الص كاصر الآخر قي هنا ياء سوقي ياء سوقي ياء الفعل المعتل الآخر تقربه الألف ياء أنك تتحول الى ياء نمو الى السؤال رقم اثنان اذا عندي الفعل المضارع يستعمله الفعل المضارع ببنيه الى المجهول بالنسبة للفعل المضارع لا بغيت نبنيه الى المجهول اول مدى افعل اضمه اوله يساعد يستعمله و يستعمله هنا يستعمله هنا يستعمله 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 نضمه اوله نكمل يستق لا نقول يستق لا نقول ب يفتحه ما قبل آخر يستقبله ينسج 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 يستعمل مثلا يستعمل ينسج يستعمل الدواء عند المرض يستقن 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 يست움 بالو الطيف الطيف بحفاوة الطيف هذا هو الفعل الطيفو بحفاوة جهنا القدم هو الفعل ينسج ينسج مثلا مثلا ينسج السروال مثلا ينسج السروال بسرعة ماتانا ماتانا او بدقة بسرعة او بدقة او باتقال نمر في السؤال رقم الثلاثة السؤال يقول اعود الفعل المضارع المنصوب بمصدر مؤول في الجمل التالي اشنا هو مصدر مؤول يسعد اعود في المضارع المنصوب بمصدر مؤول يسعدني ان اتعرف عليك اتت الى مدرسة كي اتعلم هنا عندي ادوات النصب وعندي كي نكتب يسعدني يسعدني مصدر مؤول مصدر مؤول يسعدني التعرف التعرف يعني كتب لي التعرف يسعد التعرف هذه هي الفاعل التعرف عليك عليك اتيت الى المدرسة كي اتعلم اتيت الى المدرسة للتعلم اتيت الى المدرسة للتعلم اتيت الى المدرسة للتعلم اتيت الى المدرسة للتعلم